لدوام الصحة وخير المجتمع 79 مركزاً صحياً في اللاذقية لتقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا ضمن الحملة الوطنية المكثفة التي تطلقها وزارة الصحة وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري بشكل عام هاي دول الحملات كتير مهمة لأنه اللقاح هو آمن وفعال وأثبت فعاليته بالتأكيد يعني من خلال تقليل عدد الإصابات صار الوضع مستقر عننا نوعاً ما يعني لحتى نحافظ على هذه الاستقرارية ونستمر بوضع آمن فمننصح كل المواطنين أنه يتوجهوا وياخدوا اللقاح لأنه يعني الدنيا جاي على شتوية إنترنت فيروسية ممكن إصابات أمراض غريب رشح كله ممكن يتطور وندخل لسماح الله بجائحة جديدة من 11 ل 15 الشهر حملة لقاح كورونا الأعمال 18 سنة وما فوق تستهدف الحملة الأشخاص فوق عمري الثامنة عشر ولتخفيف الأعباء وضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين تسير خمسة وعشرين فريقاً جوالاً خايف ومتردد أن أخذوا ولا ما أخذوا لأطينا اللقاح كتير كويس بالعكس حسيت أنه صار عندي مناعة دائمة كانت قبل الأمراض في عندي يصير رشح يكريب لأ لا صارت مناعة كتير كويسة لابنصح كل مريض ياخد اللقاح أنا طالع من الجامعة شفت السيارة تبع اللقاح فقلت أنه هي أفضل فرصة لحتى أخذ اللقاح لأنه الساعة ما أخذته فبنصح الكل يجي يأخذ اللقاح يعني ناطر أنه بدروه على المركز مشان أخذه وما رأي رأي على الجامعة شفتكم هنا يعني هيك أحسن الله يعطيكم العافية ويوفقكم يعني أوفر للمواطن وأحسن إجراء فعال وحملة وطنية للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والتصدي للجائحة مع تطعيم آمن ومجاني